ربما يكون مستقبله ضبابيا وحقبة تألقه في خطر بسبب العقوبات على رومان إبراموفيتش لكن نادي تشيلس الإنجليزي أنسى جماهيره هذا الأمر بعض الشيء عبر تحقيق الانتصار على نيوكاسل هذا الانتصار الذي جاء في أول مباراة بعد فرض العقوبات على مالك النادي مفاده أن الفوز لا علاقة له بشخص بعينه وأقيمت المباراة وسط انتشار أمني مكثف بعد قرار الحكومة البريطانية تجميد أصول الملياردير رومان إبراموفيتش مالك النادي الذي عوقب بسبب ترجحات أنه أحد أول المؤيدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو أمر ينفيه دائما إبراموفيتش بريطانيا منحت النادي رخصة استثنائية لمواصلة خوض المباريات ومنح الأجور للعبين لكن رغم ذلك فالجماهير متخوفة بسبب عدم استطاعة النادي بيع أو شراء لعبين جدد بجانب قواعد صارمة بخصوص نفقات التشغيل إذ تمنع إنفاق أكثر من 20 ألف جنيه السرليني على المباريات خارج أرضه إضافة إلى وقف عمليات بيع تذاكر جديدة للمشجعين وما بين مؤيد ومعارض تتبين آراء جماهير تشيلسي أعتقد أنه من المناسب معاقبة أبراموفيتش إن كان هذا ما تعتقده حكومة المملكة المتحدة لكنهم يبتعدون كثيرا فهم الآن يجعلون النادي والجماهير يعانون يجب عليهم أن يسمحوا باستمرار عمليات النادي مع منعه هو من الاستفادة من البيع أو العمليات التجارية مستقبل تشيلسي بات على المحك الآن والنادي اللندني يقف حائرا مهددا بانتهاء حقبة استمرت نحو 20 عاما شهدت الحصول على كل الألقاب الممكنة